واللي الناس كلها بتتكلم فيه هو موضوع إيه؟ موضوع قاس العالم الأندية وتعارض مواعيده مع بطولة الأمم الأفريقية والأهلي في الحقيقة زي ما حضراتكم عارفينه زي ما قلنا لحضراتكم أكتر من مرة إن الأهلي أعلن إن النادي شكل لجنة اللجنة دي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق وأيضا متواجد في اللجنة دي كابتن حسام غالي كابتن سيد عبدالحفيظ والستاذ حنان الزيني بينقشوا كل الأمور وتواصلوا بشكل مباشر عن طريق تطبيق زوم مع الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لإجاد حل لهذه الأزمة وهي فعلا أزمة لأن البعض بيحاول يقلل من الجزئية دي فالتواصل نتج عنه بعض المقترحات أول اقتراح قالك إن ممكن الفيفا اقترحت قال يا أهلي إحنا نخليكم تدخشوا بطولة تكسروا عندها بقايمة مفتوحة بحيث لو عندكم العيبة في المنتخب تلعبوا بقايمة مفتوحة عندكم عايزين من ناشئين عايزين من الكلام من ده تلعبوا بيهم فالأهلي رفضوا الاقتراح ده تمام تاني اقتراح قالك يتم تأخير موعد انطلاق كأس العالم والفيفا شايف أن ده اقتراح صعب جدا ويكاد يكون تنفيذه مستحيل تمام فده نستبعده برضو تالت اقتراح وهو الأقرب لحد هذه اللحظة في حالة عدم تأجيل أو الغاية بتوليد كأس الأمم الأفريقية وهو إيه تبكير انطلاق كأس الأمم الأفريقية وده الاقتراح اللي فيه مرونة شوية من كل الأطراف ان كأس الأمم الأفريقية تتبضر أسبوع بحس انها لما تخلص بإذن الله يكون منتخبنا في النهائي يكون فيه برح وفيه يعني فترة ان ممكن اللعب النادي الأهلي ينضموا للفريق وبالتالي يشاركوا في كأس العامل عندها بشكل طبيعي وده تنفيذ اللي مبدأ تكافئ الفرص اللي دايما بينادي بالفيفا واللي يعني اتكلم من خلاله النادي الأهلي فيه هذه الاجتماعات واللي بإذن الله هتكون مسمرة بالمناسبة لأن فيه بعض مش بعض هو إعلامي كده حضراتكم عارفينه يعني دايما حشر نفسه في أي حاجة تخص النادي الأهلي وقال لك تصريح جريب أنا قريته بصراحة النهاردة وأنا جاي في طريق كده قال لك إيه قال لك قوة القرى من قوة رئيس الاتحاد الأفريكي مش عارف إيش جاب دال ده يعني حاجات كده كلام مش مرتب للأسف يعني الشديد وبيقول لك أن يعني غير مقبول خالص أن النادي اللي مش عايز يودي لعيبته المنتخب فيتم تغيير الموعيد ولازم بطولة الأم الأفريكية تقوم في موعيدها رغم أنه هو لو نادي نادي محترم ونادي كبير وكل حاجة وأنا في الحقيقة عايز أقول له يعني ما لكش دعو بالأهلي يعني ده كلام كبار هما بيتكلموا وبتفاوضوا مع بعض اللي ملاكش دعو أنت بالكلام ده كلام كبار ثاني حاجة الاتحاد الأفريكي مش هيسمع لك والرئيس الاتحاد الأفريكي هيسمع لك زي بعض الصفحات وياخدوا كلامك وينفزوا يعني لأ في مفاوضات والأهلي في مفاوضاته في الحقيقة بيبقى شاطر جدا وعايز أطمنك أن بنسبة كبيرة جدا حيكون في حل للأزمة دي فما تقلقش نفسك وما تعودش أنت تشغل بالك بالموضوع ده واللي انت نسيه ومشواخ بالك منه وباتتا ناسا للأسف أن زي ما احنا طبعا كلنا بندعم مصر وأن منتخبنا إن شاء الله يوفق في بطولة الأمور الأفريقية الأهلي أيضا بيمثل مصر في كاس العامل الأندية أنت كاره وحاقد على النادي الأهلي لأن الأهلي تقريبا شبه بيشارك بشكل دائم في كاس العالم للأندية وأن الأهلي بطولاته كتير جدا فده أمر يعني افصله عن الجزئية دي في الحقيقة آخر حاجة عايزة أقولها في الموضوع ده أن انت جبت منين معلومة أن الأهلي مش عايزة يودي لعبة المنتخب لا المنتخب ده رقم واحد وده أمر معروف يعني مش هيستحق أكتر من كده كلام في الحقيقة